خلونا نروح لتقرير وهو ايضا في اطار العبرة بالمناسبة ضربة امنية شديدة النجاح الاجهزة الامنية المصرية تمكنت من احباط محاولة نقل وترويج عشرة طن من المواد المخدرة في نطاق اسم الجنائن في السويس القيمة المالية تقريبا حوالي 270 مليون جنيه تمكنت او تمكن الامن المصري من ضبط العناصر بتاعت هذا التشكيل العصابي القائم على جلب وترويج هذه الكميات من المخدرات خلينا نشوف هذا التقرير فاصل وهنكمل الكلام استمرارا لسلسلة الدربات الامنية الاستباقية والحاسمة التي توجهها اجهزة وزارة الداخلية لتجار ومروج المواد المخدرة والتي تعكس اليقظة الامنية وضقة عمليات الرصد والمتابعة لضبط العناصر الاجرامية الضالعة في هذا النشاط الاجرامي بهدف حماية الشباب والنشء من الوقوع في براثن الادمان فقد رصدت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير المرخصة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام احدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية لتروجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية وتتبعت خطوط السير والتهريب وتمكنت الادارة وبالتنسق مع قطاعي الامن الوطني والامن العام ومدرية امن السويس من احباط محاولة الجلب والتهريب بنطاق دائرة قسم شرطة الجنين بالسويس وضبط احد عناصر التشكيل اثناء قيادته السيارة المشار اليها وبحوزاته 36 الف تربة لمخدر الحشيش تزن ثلاثة اطنان وستمائة كيلو جرام و2300 لفافة لمخدر البانغو تزن خمسة اطنان وسبعمائة وخمسين كيلو جرام و130 لفافة لمخدر الهايدرو تزن 250 كيلو جرام وخمسة عشر كيلو جرام من مخدر الافيون كما امكان الضبط باقي عناصر التشكيل حال تواجدهم بنطاق دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 270 مليون جنيه هذه الضربة الامنية الحاسمة التي تنجح في احباط محاولة نقل وتهريب قرابة عشرة اطنان من المواد المخدرة انما تؤكد على اليقظة الامنية الكبيرة لحماية مجتمع من اخطار المخدرات وكذا ضقت الضربات الامنية وقوتها والتي تسهم في تجفيف منابع المخدرات ترجمة نانسي قنقر